اشتركوا في القناة ان الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع للرصف واعادة انشاء عدد من الطرق في المنطقة المذكورة بكلفة اجمالية بلغت حوالي 883 الف دينار مشيرا ان هناك مشاريع صيانة لعدد من الطرق مدرجة على برنامج الحكومة للأعوام 2021 و2022 وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي قال الوزير خلف ان الوزارة قامت بتوصيل جزء كبير من المناطق المطورة في منطقة العكر الشرقي والغربي بشبكة الصرف الصحي في السنوات السابقة قال وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف ان الوزارة قامت بالعديد من الخطوات والاجراءات الاولية التي في سبيل المساهمة في تحقيق امن غذائي وطني مستدام في المملكة ووضح خلف الخطوات التي اتخذتها الوزارة تنفيذا للتوجيهات الملكية لتأسيس شركات حكومية فيما يتعلق بالامن الغذائي انه بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وشركة ممتلكات وبمتابعة واشراف اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الموقرة فانه سيتم انشاء شركة حكومية تحتضن جميع المشاريع التي سيتم انشاؤها في المواقع المختلفة التي تم تخصيصها لاقامة مشاريع الامن الغذائي مشيرا في الوقت نفسه الى انه بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز سيتم انشاء شركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستثراع البحري بمنطقة رأس حيان بحيث يكون مركزا للبحوث البحرية ومتطلبات الاستثراع السماكي وفيما يتعلق بتخصيص مواقع مقترحة للمشروعات الزراعية والاستثراع السماكي اكد خلاف انه تم تحديد عدد من العقارات ضمن المحافظات المختلفة في المملكة بغرض تسجيلها باسم مملكة البحرين لصالح شؤون الزراعة والثروة البحرية لمشروع الامن الغذائي في عدد من المناطق ترجمة نانسي قنقر